وإلى الشأن التونسي حيث أجرى وزير الخارجية عثمان جراندي اتصالا هاتفيا مع نظري الإيطالي لوجي دي مايو لمناقشة مستجدات الأوضاع في تونس وأكد جراندي أن اللجوء إلى القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد كانت حتمية بسبب المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي القائم في ظل الأزمة الصحية الراهنة وأبرز وزير الخارجية التونسي التزام تونس باحترام حقوق الإنسان والحريات والمضي قدما نحو تكريس المسار الديمقراطي في كنف مؤسسات قوية وعادلة من جهته عبر رئيس الوزير الإيطالي عن دعم بلاده لتطلعات الشعب التونسي وثقتهم في صلابة المؤسسات التونسية والمضي قدما في مسارها الديمقراطي